بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع كتاب الله وفي سورة البقرة والله يرشدنا سبحانه وتعالى فيها لأحكام الصوم ويذكر ذلك تفصيلا الله عندما ذكر الصلاة ذكرها إجمالا وعندما ذكر الحج أو الزكاة ذكرها إجمالا وعندما ذكر الحج ذكر شيئا من التفصيل أما عندما ذكر الصيام فذكره تفصيلا طب ليه قالوا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قدسي يعلو به النبي إلى ربه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كأن الصوم سر من الأسرار بين العبد وربه فلما كان كذلك تولى الله تفصيله في كتابه الصلاة مرئية عند الجميع الحج مشاهد الزكاة معروفة الفقير حتى لو أنك جعلت الزكاة بينك وبيني هو عرفك خلاص أنك بتدفع الزكاة وأنك رجل طيب ولكن الصوم سر بينك وبين الله فلما كان الأمر كذلك أحاطه الله بشيء من الخصوصية فجعله كله منه وحده سبحانه يقول ربنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالوا الذين يطيقونه يعني بحزف النافي الذين لا يطيقونه وهذا يتناسب مع قوله في شأن المرض والسفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه يعني الذين لا يطيقونه طب ازاي حزف النافي مع معناه ده جائز في اللغة طالله تفتأ يعني لا تفتأ تذكر يوسف فهو بيحزف النافي أو يكون كلمة أطاقة من الأضاط إيه الأضاط دي كلمة سبحان الله يبقى ليها معنى ومعنى تاني معاكس ليها زي عفى عفى يعني أزال إزالة تامة أو إيه أو ترك تركا تاما عفى الله عما سلف يعني أزال ما سلف إزالة إيه تام عفوت عنك يعني أزلت ما في نفسي منك إزالة تاما اعفوا اللحة يعني تركوها تركا تام يبقى عفى ساعة تنفع أزالة وساعة تنفع العكس بتاعها يعني تركه تركا تام يقول لك سليم فمررنا برجل سليم سليم يعني صحيح سليم يعني مريض أطاقة أطاقة يعني تحمل أطاقة يعني لم يتحمل يبقى وعلى الذين يطيقونه من غير نفي من غير حسف النافي يبقى وعلى الذين يطيقونه معناها يعني الذين لا تحملونه لأن أطاقة من إيه من الأضاد فديات طعام مسكين طب وما ليه الفرق بينه وبين المريض والمسافر قال ده لما هيخف هيقضي ولما هيرجع هيقضي طب ودول قال لك لا يتحمله أصلا كالشيخ الهارم وكالمريض المزمن طب ده يعمل إيه قال يطلع فدية طعام مسكين عن كل يوم طعام مسكين فمن تطوع خيرا طلعت اثنين مسكين ثلاثة عشرة فهو خير الله الحمد لله نطلع ونوكل الفقراء والمسكين طول السنة مش في رمضان بس وأن تصوموا خير لك إذا قدرتوا تصوموا بقى فيبقى خير لك ما تقولش ابتداءا كده أنا مش هقدر أصوله ما هوارد وربنا يعفو عنك برضو كل حاجة بس على فكرة الصيام أحسن جربوا كده تلاقي فيه فوائد جسدية ونفسية إن كنتم تعلمون كتير مننا ما أعلمش بالآية دي وأن تصوموا خير لكم خد الإمام الشافعي إن إحنا لما نكون مسافرين في رمضان وقدرنا إن إحنا نصوم يبقى الصوم أحسن ولا التمتع برخصة ربنا أحسن أبو حنيفة بيقول لك التمتع برخصة ربنا أحسن الإمام الشافعي بيقول لك لا ده الصوم أحسن ليه يا فضيلة الإمام قال لك لأنه وأن تصوموا خير لكم دي قاعدة عامة الصيام أحسن يبقى أحسن في الصفر وأحسن في الحضر أحسن في الإعادة وأحسن في كذا الصيام حل وأن تصوموا خير لكم فاستدل بها على الخيرية فيما لو قارن الإنسان بينه وبين نفسه في الصفر هل يفطر أو قال نفحة رمضان ما تتعوضش يا عم ده هو رمضان يتعوض فأنت وإنت مسافر أي وليك إنك تفطر وكل حاجة بس هو رمضان ده يتعوض ما يتعوضش ولذلك وأنت صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون يعني هو خير لكم عند علمكم لا ده إن كنتم تعلمون دي معناها يا سلام لو كنت تعلم يا سلام لو كنت تعلم كنتم فهمتوا الكلام حتى من غير كلام لو كنت تعلم ما في هذا الصيام من فضل عند الله وأن للصائمين بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وأن هذا الصيام يكفر الذنوب وينور القلوب ويستر العيوب وأنه سبب لاستجابة الدعاء فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد وعلى ذلك فإن الصوم خير كله والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا